موعدنا الاقتصادي مع وفاء بن يحيان بك وفاء أهلا بك هاجر أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذا الموعد الاقتصادي والذي نستهله بقطاع الطاقة حيث سجل قطاع والمحروقات ارتفاعا في الانتاج يقدر بـ 3.3% خلال التلاثي الأول من 2016 مقارنة بنفس الفترة من 2015 حسب ما جاء به الديوان الوطني للإحصائيات ويأتي هذا الارتفاع بعد الانخفاضات المتتالية والمسجلة في 2015 والمقدرة بنقص 1.7% في الثلاثي الأول مقارنة بـ 3.1% من 2014 ونقص 2% في الثلاثي الثاني من 2015 مقارنة بـ 3.2% من 2014 ونقص 1.4% في الثلاثي الثالث ونقص 1.8% خلال التلاثي الرابع من 2015 والذي عرف انتاج قطاع المحروقات في هذا الأخير تراجعا بـ 3.1% مقارنة مع سنة 2014 لكن النمو الملحوظ في انتاج القطاع خلال الأشهر الأولى لـ 2016 كان مدفوعا بالخصوص بنشاط تنميع الغازي الطبيعي الذي سجل نموا بنسبة 21.2% مقارنة بـ 3.1% لـ 2015 في موضوع آخر تتمثل غالبية الوكلات الصراحية تعمل على ترويج الوجهات الخارجية لكن على حساب دعم وترقية الوجهات الداخلية في وقت صنعت فيه وكلات أخرى الاستثناء ورفعت التحدي رغم النقائص بالميدان التفاصيل في سياق تقريب فوزيام سعدي وأحمد رشد نقص المرافق السياحية وعدم توفر الفنادق اللازمة لاستقطاب السياح الأجانب هي حجج عدة اتخذتها بعض الوكلات السياحية لتهميش ترويج للسياحة الداخلية في الوقت الذي ترويج فيه العديد من الوكلات للسياحة الخارجية فضلت السيدة نبيلة تصخير كل إمكانيات وكالتها السياحية للتعريف ببلدها وجدت بأكبر عدد ممكن من الأجانب إليها توقيت علاقات خارجية مع وكالات أجنبية للترويج للسياحة الجزائرية استراتيجية بدأت تظهر بوادر نجاحها في الميدان الحمد لله قدرنا نقنع هذه الوكالات الموجودة في دول أوروبا ودول أمريكا الجنوبية خاصة روسيا والأرجنتين والفليبين هذه الدول التي شجعناها وحفزناها وعطينا لها ضمانات لتوجه للسوق الجزائري وإن شاء الله مع بداية السنة الجاية وفي عطلة الرابع تحسن المقبلة إن شاء الله رح نشوف وصول أول فوج إن شاء الله أجنبي للجزائر أولوية النهوض بالسياحة الداخلية قبل الخارجية هي رسالة هذه السيدة الغيورة على بلدها فهل ستتبع نظيراتها الاستراتيجية وتهضع حداً لسياحة أصبحت في نظريهم موجر دارب حين سريع في ذات السياق التركيز على الاستثمار في القطاع السياحي بتونس جعل لكل منطقة خاصية تميزها ومدينة سيد بوسعيد هي من المناطق التي تصنع المفارقة بتحفتها المعمارية الممزوجة بلمسة تاريخية تفاصيل الموضوع مع سولف دعماش وفوزيام سعدي ليست كغيرها من المدن السياحية بتونس فلا لون غير اللون الأزرق ولا بيض على أبوابها وجدرانها ذات الطابع التاريخي إنها مدينة سيد بوسعيد أكثر المناطق الجادبة للسياحة لتوفرها على كل المقاومات التي تجعل منها منطقة سياحية بامتياز سيارة سيدي بوسعيد لا تكتمل من دون تدوق حلوى البنبلوني الشعبية فرائحتها تقود كلا محالة إلى هذا المحل الشعبي البنبلوني معروفة بها منطقة سيدي بوسعيد يكلها دائما في أي وقت كان يسميها البنبلوني سفنج 12 كيلومتر من مدينة تونس العاصمة إلى مدينة سيدي بوسعيد كفيلة بأن تجعلك تتعرف على هذه المنطقة التي صنفت كثرة عالم من طرف منظمة اليونسكو منطقة تعتبر قبلة للصياح الأجانب والعشاق على حد سواء تجعلك تنتقل من دون تأشير إلى عالم الهدوء بعيدا عن سخب المدينة كانت معكم سولاف دعماش من سيدي بوسعيد بتونس لتليفزيون النهار في قطاع المالية عملية القرضي الاستهلاكي على مستوى البنوك العمومية لا تزال تعرف ركودا رغم مرور ستة أشهر فيترى ما محلها على مستوى البنوك الخاصة التفاصيل في سياق تقرير إيمان عياش كثر الحديث عن القرض الاستهلاكي لكن يبدو أن البنوك العمومية لم تتهيأ لممارسة هذه العملية خصوصا في ذل حصرها على المنتوج الوطني فش القرض الاستهلاكي في الجزائر كانت متوقعة لأن الحكومة ربطتها بالإنتاج الوطني وللأسف الشديد لا يوجد على في الاقتصاد الجزائري إنتاج وطني باستثناء سيارة الصنبول التي تم إنجازها بالشراكة مع الفرنسيين لا يمكن لأي عون اقتصادي جزائري أن يدخل في عقد مع البنك للحصول على القرض لشراء التجهيزات الإلكترونية لا يتعدى سعرها 40 ألف أو 30 ألف دينار جزائري تردد البنوك العمومية عاد بالفائدة على البنوك الخاصة التي تلقت آلاف الطلبات خاصة فيما تعلق باقتناء سيارة رونو سيمبول الجزائرية Ben Pépariba et Jazair, comme vous le savez, est partenaire de Renault en Algérie et finance par le Crédit à la Consommation la Renault Symbol et aujourd'hui la Renault Sandero qui sort de l'usine de Wealth Leilat On a dépassé les 2000 dossiers de Crédit à la Consommation c'est à la fois beaucoup et pas assez on espère que tous les projets automodiles et tous les projets pour soutenir la production en Algérie nous permettra d'augmenter le périmètre d'intervention par le Crédit à la Consommation هي إذن 6 أشهر تمر على إطلاق القرض الإسهلاكي إلا أن العملية لا تزال تشهد ركودا نظرا للقرارات غير مدرسة إلى قطاع الصناعة الآن وخلق مناطق صناعية مصغرة واستغلال العقار الصناعية الموجودة على مستوى بلديات ولاية غيلزان لخلق موارد مالية للبلديات هي استراتيجية اتخذتها السلطات الولائية على محل الجد لتطبيقها على أرض الواقع حمزة زروقي ونجمة بوكريش يفصلان في الموضوع خلق مناطق صناعية مصغرة واستغلال العقار الصناعية الموجودة على مستوى بلديات ولاية غيلزان موارد مالي آخر تسعى السلطات الولائية لتجسيده على أرض الواقع اسموها المناطق الصناعية المصغرة هذه اللي باش تلبي رغبات مباشرة تتعى خاصة المؤسسات الصغيرة اللي تحب تخلق مؤسساتها أو تدعم مؤسساتها أو تسعى مؤسستها على مستوى البلديات مقر الدوائر هذه كمرحلة أولى إن شاء الله سنقوم بها هي خطوة جديدة لفك الضائق المالي التي تعرفها البلديات مما ستساهم بشكل كبير في خلق مناصب الشغلة الأمر الذي أثار اهتمام رؤساء البلديات يعود بالفائدة على البلديات وسيط كنحن المناطق صدر لها بعيدة على الولاية مناطق معزولة هذه إن شاء الله تفوق العزلة وتخرق مناصب جديدة للناس البطالين زمورة فيها عدد سكان أكثر من ربعين ألف نسامة اللي هي محتاجة لهذه المؤسسات ومنها كدلك تجيع المؤسسات الصغيرة وخلق مناصب شغل للاقاصة في زمورة ربما أكثر من طالب أكثر من ألف طالب على العمل في زمورة استراتيجية إن جسدت على أرض الواقع ستحول البلدية من نمطها الاجتماعي المدعم من الولاية إلى قطب لجلب الاستثمار الذي يعود بالفائدة على البلدية وعلى الولاية ككل في موضوع آخر فد بيان صحفي لمنظمة التجارة العالمية عبر موقعها الإلكتروني بتوقعات نمو ضعيف في التجارة بالربع الثالث من ألفين وستة عشر مع نشرها مقياسا فصليا للتجارة للمرة الأولى وأشارت المنظمة لأن مؤشر منظمة التجارة العالمية يظهر قراءة حالية تبلغ تسع وتسعين وهي أقل بقليل من الاتجاه العام وأقرب إلى انخفاض في أحدثها البيانات وتشير القراءة فوق المئة إلى نمو التجارة بما يتطابق مع الاتجاهات العامة في المدى المتوسط وأظهرت المنظمة نتجارة السلع العالمية تراجعت بواحد بالمئة في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع الأول من 2015 بهذا نتيو وياكم مشاهدين إلى ختام هذا الموعد المحلي شكرا الاقتصاد أقول شكرا لكم على طيب المتابعة ترجمة نانسي قنقر